حفلة الانتصار الأخير أنفصل آخر من معركة التحرير حيث يسطرها هنا في مديرية صروح أفراد الجيش الوطني الصورة كاملة كأنها ليست معركة على القدر التي تبدو فيه مهرجانا بعودة صروح إلى أرض مارب فالقتال وجها لوجه هو ما يندفع إليه الجنود بعد أن كانت حركتهم بطيئة صارت تحركهم شهية الانتصار السريع عادت مارب وبقي هذا الجزء المهم من المحافظة خارج إدارة السلطة لأكثر من عام واليوم يجري الاستعداد لتخليصه نهائيا من قبضة الميليشيا كما يقول ضباط الجيش الوطني أنهم أحكموا القبضة على آخر معاقل الميليشيا حكومة الإغلاق على مدينة صروح وعلى مطار صروح كامل على مشارف الانتصار الأخير في الجبال المديرية الأكبر في المحافظة تشتد قبضة الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة لا شيء يثنيهم الآن من على هذه التلال بالاستمرار في قطع المسافة نحو العاصمة صنعاء التي تمثل صروح نقطة التقاء بين المحافظتين وهي الأهمية الاستراتيجية التي لا يمكن النظر إلى معركة تحرير صروح دون التركيز عليها المسافة بين مأرب وصنعاء تملأها القبائل التي ترجح أكثر المصادر أنها توالي السلطة الشرعية والجيش الوطني أشهرها ربما قبيلة بني ضبيان والتي تنتمي لمديرية خولان بمحافظة صنعاء وكانت أعلنت منذ وقت سابق أنها ستجنب مناطقها الحرب وعسكريا يسهل مثل هذا الحياد من مهمة الجيش ربما في مواصلة الطريق إلى صنعاء دفعت المنطقة العسكرية الثالثة بمئات المجندين لخوض معركة تحرير صروح لقد بلغوا المرحلة الأخيرة من استرجاع كبرى مديرية المحافظة والذي كلف العديد منهم دفع حياته ثمنا لفكرة التحرير بينما جرح رفاقهم فليس هناك ما لا يمكن تحقيقه لو أن لديك مثل هؤلاء المقاتلين اشتركوا في القناة